وباش نبدأوا بتديوين وحضرت العميد سباح النور مرة أخرى تحية طيبة مرحبا يا عايشك اليوم باش نحكيوا شوية توصيات حول إجراءات الخلاص الجزئي هذا اللي اخترناه الموضوع اليوم وإحنا ديما نحاولوا نمشي والأسئلة اللي ديما تتعاود ولي السيدة المشاهدين وتوينسة المقيمين ولي فيها أشكاليات وسقفها مع أنت ماذا بينا نزيد ونوضحوهم باش يبدأوا متاسرين للمواطنين المقيمين بالخارج واضح دونك قلنا اللي تونسي المقيم بالخارج ينتفع أثر العودة النيائية بتاعه تو ما عادش عودة النيائية خطرة ولا وكل عشر سنين ينتفعوا بسيارة دونك كل عشر سنين وقت اللي يجي 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 بسيارة بتاعه عنده حق الاختيار بين نظام الإعفال كلي ريس ننتق ميخلص حتى شي كانك اللي فريم بتاع الدوسي وقالله عنده حق الانتفاع الجزئي الانتفاع الجزئي هو اللي مش يخلص فيه جزء من الإداءات والمعاليم قيمة 25% أو 30% حسب سيعة الاستوانة بتاع السيارة جديد شنو؟ جديد أنه كتجي بالسيارة بتاعك ومش تختار نظام الإعفال الجزئي المبلغ من تاع الإداءات والمعاليم يجب تكون وردتوا بالعملة الأجنبية ما يقابلوا معناتها بالعملة الأجنبية أو تم صاحبه من حساب بنكي يقول القائل أنا كماش نجي منعرش مبلغ الإداءات والمعاليمة الديوانية بتاع السيارة بتاعي قديش 30 مليون 20 مليون وأنا جبت كان 15 مثلا في الحالة هذه ينجم أي إنسان آخر عنده معناتها متواجد في الخارج يبعث لك عن طريق الويستن يونيون مونيجرام الرياء يبعث لك معناتها حوالة باسمك أنت بش تجبدها دينارات تونسية دونك المصدر متاح عملة أجنبية جاي من الخارج أو إذا واحد آخر عنده من العائلة ولا من الأقارب ولا من الأحباب ولا كذا عنده كونتون دوفيس في تونس ينجم يكتب لك سك وكي تتعدل بالبنك باش تجبد السك كذلك المصدر متاحه بتبيعه اللي هو جاي من حساب بنكي بالعملة الأجنبية تاخذ معه شهادة من عند البنك اللي تم ساحب المبلغ ذاك بالدينار تونسي من حساب بالعملة الأجنبية هذو ما هما معناتها الإجراءات متاع الخلاص الجسئي جدد هو إثبات مبلغ قيمة المبلغ متاع الإداة والمعالمة الدوانية بالدينار تونسي اللي هو أصله جاي من عملة أجنبية مواردة أو مصحوبة من حساب بنكي أو من حساب بنكي من أي شخص ومش كان لازم يكون قريب أو لحاجة من قبل كيفيش كانت كانت قبل من حد بل ما كنتش فهمها ما كنتش فهمها لأثبات متاع التوريد للعملة هذه من الخارج مع أنتها لازم هو فقط يخلصه وعلى لهنا تفاديا لعدة تشكيليات صرفية ومخالفات صرفية هذاك عليش قلنا يازم هو مدام جاي من الخارج وجاي بسيارة ومش يخلص له مع أنتها مع إعفاء جسئي دونك يجيب معه اللوجيك يقول اللي هو يجيب معه ديفيز ولا يبدأوا موجودين هنا في تونس ان ديفيز ان كنت كونفرتيبل دينار كونفرتيبل ولا ديفيز بتاعه يسحبهم ويقوم بيداحهم معناتها في الديوان يعني في كل حويل يجبوا يخلص هذاك يختار الأعفاء الجسئي الأعفاء الجسئي كيف يختاره في المبلغ الهداية المعالهم يكون متأتي من توريد أو سحب عملة أجنبية من حساب بنكي هذا هو التفصيل اللي حابين نفسره في صورة عنده قعد نقص أي واحد ينجم يكمل له من البراء يبعث له حوالة باسمه هو يكمل له يكمل له المبلغ اللي نقصه واضح معناتها تعطيه فرصة أخرى حتى يبدالك وما يقعدش في مشكلة لا لا ما يقعدش في إشكال هو في جميع الحالات فهم الحلول فهم الحلول حتى قتلك من صحب من حساب بنكي أخر معناتها واحد آخر يقل له ما أنت يعمل له وإلا يكتب له الشيك كي يكتب له الشيك بشي يش بدوه ومشي يش بدون دينار تونيزيا أما متأتي من حساب بالعملة الأجنبي بي طوى حضرة العميد خلينا نوضحوا مرة أخيرة ربما التونسيين طوى اللي برا قدنش عندهم الحق من سيارة خلينا نفهموا بالفضاء خاطر طوى كل مرة قاعدين نقولوا مرة سيارة مرة ثنين نفسروها بالبسيط بي قبل كان الراجل عنده سيارة ومن بعد الرجل والمرأة هذه أول مبديت آه من عام 95 الرجل والمرأة سيارة عائلية واحد آه ومن بعد وليت في 2015 القرين عنده سيارة كل سواء القريني نجم يكون زوجة أو زوج بي بي ومن بعد جاء القانون الفصل 24 في سنة 2023 القانون المالية قال لكل تونسي لقال قرين لقال زوجة لكل تونسي دونك ما حدش نحكيه له هنا لا على عائلة ولا قرين لا حد شي نحكيه على كل تونسي أي تونسي أي تونسي مقيم بالخارج عنده الحق بيش يورد تتوفر فيه شروط بتبيع اللي هي الشروط شروط تونسي جنسية الإقامة الإقامة بالخارج لمدة سنتين على الأقل دون أن يتجاوز فترة بقاءة بالبلاد التونسية 183 يوم معاتش 120 فهمتني 183 يوم 183 يوم عفوا يعطيك صح دونك لهنا شروط نبدأه ما أنت محترمينها نبعد ديك عنا السيارة الأولى في إطار الآخر دخول للبلاد التونسية ما عاش نحكيه على العودة النهائية خاطر ولا كل عشرة سنين فمتني ينجم يجيب السيارة ويعود يرجع يخرج للبرة دونك لهنا عنده آخر دخول للبلاد التونسية عنده الحق في سيارة يجيبها اللي يقولوا لها الاف سيار وعنده الحق يختار ما بين نظام الأعفال كلي أو نظام الأعفال جسي ريس ننتاء وقالا تولي تونسية كي يخلص لها لديه المعليم تاعها وعنده شاحنة في إطار إنجاز المشاريع الشاحنة هذه معادة لنقل البضائع لانه فما إشكال فيك السيارة المزدوجة اللي تبدأ في ذات أربع أبواب فيها اللي تمشي الشاحنة تصنف كشاحنة وفما اللي تصنف كسيارة لنقل الأشخاص دونك لهنا نتشاورو قبل ما نحتل نشريه ونهبطوها لذا ما تكون معادة لنقل البضائع في إطار إنجاز مشروع وفما الأمر 1743 لسنة 94 هذا يحكي على إجراءات تجارة خارجية وينظم إجراءات تجارة خارجية وصادر عن وزارة التجارة الأمر هذا يقول اللي التونسي اللي يقيم البر سنة كاملة مسترسلة دون انقطاع النهار لي دون انقطاع سنة كاملة مسترسلة يمكن يورد السيارة عمرها أقل من ثلاثة سنوات ويتمتع بالإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية وما يجيبش رخص التوريد فيها معانتا ديسبونس دتيتر فهمتني معافا ويقوم بأداء الخلاص كامل الأدايات والمعاليم به يقولوا كامل الأدايات والمعاليم في الليسونس ولا في الجزوال عنا دروات كونسومسيون قد ما تقوى السيارة قد ما يقوى دروات كونسومسيون دونك اللي هنا مش تولي ما هيش بنيفيك كمش يهبط سيارة اللي هي دقوله في السوق اللي هنا جديدة خمسين كي هبطه في الإطارة دي مش تكلف له تسعين اي اسمع دونك عفوا اللي هنا اي شنو اللي لبينفيك الحاجة اللي بها هي السيارة الكهربائية اي هي اللي كانت تتخلص هذا 19% ادايات واللي تتخلص توا 7% هذا شكرا لك حضرة العميد يعني تكساحة اللي تبحثينا رغم اللي انتي مريضة شوية اليوم ان شاء الله لباست شكرا لك على الالتزام معنا في الحصة وشكرا لك حضرة العميد ليس بالخير شاء الله لباست